اشتركوا في القناة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى وعن أبيه هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كثيرا ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في نصوص الكتاب والسنة كقوله عز وجل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وكما في هذا الحديث أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وإنما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان بالله عز وجل حاث على العمل ودافع إلى العمل والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة فهنا أمران دافع ومانع فالدافع هو الإيمان بالله فالإنسان لإيمانه بالله يعمل العمل الصالح وهنا مانع يمنع من المخالفة وهو الإيمان باليوم الآخر لأن الإنسان إذا علم أن هناك يوما آخر وأنه سوف يحاسب ويجازى فإنه يمتنع من المخالفة قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أي ليقل كلاما فيه خير والخير في الكلام قد يكون خيرا في ذاته وقد يكون خيرا لغيره فالخيرية بالكلام نوعان أن يكون الكلام خيرا في ذاته وذلك كقراءة القرآن وما اجتمل على ذكر الله عز وجل وقد يكون الكلام خيرا لا لذاته وإنما هو لغيره وذلك كالكلام المباح إذا قصد به إدخال الفرح والسرور على الحاضرين والجالسين فعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا الخيرية نوعان خيرية في الكلام لذاته وهو ذكر الله تعالى وما اجتمل عليه والثاني أن يكون الكلام خيرا لغيره وذلك بالكلام المباح وذلك بالكلام المباح إذا قصد به إدخال بكلام المباح ليدخل الأنس والفرح عليهم فهذا الكلام من الخير لغيره والكلام إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا وإما أن يكون لا خير ولا شر فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا يعني في ذات الكلام أو لغيره فيكون مقابل ذلك أمران أي لا يقل شرا ولا يقل كلاما لا خير ولا شر وهو اللغو فالكلام إما خير في ذاته أو لغيره وإما شر في ذاته أو لغيره وإما كلام يكون لغوا والمنهي عنه هو اللغو والشر قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره الجار هو الملاصق لبيت الإنسان أو القريب منه والجار قد أوصى به الشر ولهذا قال النبي ولهذا قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشتفوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري للقربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبرين يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فالجار حقه عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مراقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك والجيران أربعة أقسام الأول جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة والثاني جار قريب غير مسلم فله حقان حق الجوار وحق القرابة والثالث جار مسلم غير قريب فله حق واحد وهو حق الإسلام والرابع جار كافر فله حق واحد وهو حق الجوار ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الضيف هو النازل على غيره لطلب القراء يعني طلب الضيافة والضيافة واجبة الواجب منها يوم وليلة قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة أو يومه وليلة وما زاد على ذلك فهو مستحب ولا يحل له يعني بعد أن يجلس عنده فوق ثلاث خشية أن يؤثم فإكرام الضيف مما حث عليه الشرع ومما جاءت به الشريعة فينبغي للمرء أن يحرص على إكرام ضيفه فهذا الحديث فيه حث وترغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور الثلاثة أولا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فاحرص على أن تزن كلامك قبل أن يخرج من فيك وانظر ما تتكلم فيه هل هو خير سواء كان خيرا لذاته أو لغيره أم أنه شر أو أنه يترتب عليه مفسده فتمسك عن الكلام كذلك أيضا مما حث عليه عليه الصلاة والسلام حث على إكرام الجار وعلى إكرام الضيف بما يقتضيه العرف نعم الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري نعم هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الوصايا الجامعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني والوصية هي العهد بأمر هام العهد بأمر هام لما قال هذا الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام أوصني كان المتبادر أن يقول له اتق الله ونحو ذلك لأن تقوى الله تعالى هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب وإنما عجل الرسول صلى الله عليه وسلم عن وصية الرجل بالتقوى أو المحافظة على الصلاة وأركان الإسلام لعل ذلك لعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل كان سريع الغضب والرسول عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يليق بحاله وبمقامه فقال لا تغضب فردد مراراً فقال لا تغضب وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب هذه الكلمة لها ثلاثة معان المعنى الأول من معاني لا تغضب أي لا تعرض نفسك لأسباب الغضب فإذا علمت أن ذهابك إلى المكان الفلان سوف يكون سبباً لغضبك أو أن تحدثك مع فلان سيكون سبباً لغضبك فلا تذهب إلى المكان ولا تتحدث مع فلان ثانياً من معاني لا تغضب أي لا تسترسل مع الغضب ولا تنقاد معه لأن الغضب إذا استرسل الإنسان معه فإنه يؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه بل حاول أن تكظم غيظك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ثالثاً من معاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى غضبك لأن الغضب يملي على الإنسان أموراً يندم عليها عن قرب فقد يملي الغضب على الإنسان أن يطلق زوجته تغضبه زوجته ثم يأتيه الغضب والشيطان يقول طلقها طلقها فيطلقها أو يكون عنده موظف فيغضبه هذا الموظف فيملي عليه الغضب أن يفصله من الوظيفة ونحو ذلك فهذا كله داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب إذا معنى لا تغضب أولاً لا تعرض نفسك لأسباب الغضب ثانياً لا تغضب أي لا تسترسل في الغضب ولا تنساق معه ثالثاً لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى غضبك لأن الغضب يملي على الإنسان أموراً قد يندم عليها ولا تحمد عقباها ولهذا من الحكم أيها الإخوة من الحكم أن لا يتخذ الإنسان قراراً وهو غضبان وأن لا يعد وهو فرحان الإنسان أحياناً عند الفرح تأتيه نشوة فيقول مثلاً إذا نجحت في الاختبار أو إذا حصلت على وظيفة سأعطيك كذا وكذا ثم إذا تحقق الأمر ندم وقال كيف أعطيك هذا المبلغ كبير فيندم فلذلك لا تعد أحداً وأنت في الفرح والنشوة والسروق بل انتظر حتى تهدأ الأمور كذلك أيضاً لا تتخذ قراراً وأنت غضبان تجد مثلاً أن بعض المدرى يغضبه أحد الموظفين فيدخل عليه في معاملة ونحو ذلك ربما لو اتخذ قراراً حال غضبه لا فصله من وظيفته لكن لو انتظر لمدة عشر دقائق أو عشرين دقيقة تجد أنه يهدأ ويقول الحمد لله أني لم أفعل كذا الحمد لله أني لم أتخذ هذا القرار فهذه اجعلها قاعدة في حياتك لا تتخذ قراراً وأنت غضبان ولا تعد أحداً وأنت ظرحان الغضب أيها الإخوة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم الغضب وأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وينتفش شعره وربما تصرف تصرفاً كتصرف المجانين بعض الناس نسأل الله العافية قد يأتيه الغضب فيلحقه بالمجانين من شدة ما عنده من الغضب والغضب له دواء وعلاج سابق ومقارن أما الأسباب التي تزيل الغضب الأسباب السابقة التي تزيل الغضب فأولاً أن لا يعرض الإنسان نفسه لأسباب الغضب فإذا كان ذهابك لموضع معين أو تحدثك في موضوع معين أو كلامك مع شخص معين يسبب غضباً لك فلا تفعل ذلك وثانياً أيضاً أن يحاول أن يتحلى بالحكمة والحلم الحلم ما هو الحلم الحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة الحلم أيها الأخوة من الصفات المحمودة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد بن عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات فمعنى الحلم ما معنى الحلم الحلم أو الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة قال ابن القيم رحمه الله في معنى اسم الحليم لله عز وجل وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني فالحلم والأنات والتؤادة وعدم العجلة من الأسباب التي يتقي بها الإنسان الغضب علاج الغضب أو دواء الغضب بعد حصوله له أدوية منها أولاً الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم لأن الغضب من الشيطان وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ولهذا لما اختصم رجلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضباً شديداً قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثانياً من علاج الغضب الوضوء فإذا توضأ الإنسان فإن وضوءه مما يسكن روعه ويهدئ غضبه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تتفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فالوضوء سبب لذهاب الغضب لأن فيه تبريجاً للأعضاء ثالثاً من أسباب وأدوية الغضب أن يغير الإنسان حاله فإن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فليضطجع وإن كان في مكان فليفارق المكان المهم أنه إذا غير حاله كان ذلك من أسباب اندفاع الغضب عنه أيضاً من أسباب دفع الغضب ودواء الغضب أن يتأمل في الآثار السيئة والسلبية للغضب لأن غضب الإنسان ربما أداه إلى العدوان على الغير بقتل أو أن يعتدي عليه في ماله أو يعتدي عليه في عرضه أو أيضاً أن يطلق زوجته أو نحو ذلك فإذا تأمل الإنسان في الغضب وما يترتب عليه من المفاسد كان هذا التأمل والتروي والتأني كان سبباً في ابتعاده عن الغضب نعم الحديث السابع عشر عن أبي علاشداد بن أوسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم نعم حديث السابع بن أوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء كتب هنا أي شرع فيشمل الكتابة الواجبة والكتابة المستحبة فالله تعالى شرع الإحسان على كل شيء يعني في كل شيء قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فالإحسان منهما يكون واجبا ومنهما يكون مستحبا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة تعمل هنا قال إذا قتلتم وإذا ذبحتم ما الفرق بين قتلتم وذبحتم نقول الفرق أن قوله فإذا قتلتم فيما لا يؤكل فكل حيوان لا يحل أكله يعبر عنه بالقتل وعما قوله وإذا ذبحتم فهو فيما يحل أكله إذن متى عبر أو عبر الشارع عن الحيوان بالقتل فمعنى ذلك أن أكله محرم كل حيوان عبر عنه بالقتل فمعناه أن أكله محرم ولهذا قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتْلَ مِنْ النَّعَمْ فالمُحرِمْ إذا قتل صيدًا فهذا الصيد حرام لا يجوز أكله ولهذا عبر الله عز وجل عنه بالقتل فقال لا تقتلوا ولم يقل لا تصيدوا إذن قوله إذا قتلتم أي فيما لا يحل أكله وإذا ذبحتم أي فيما يحل أكله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإذا أراد الإنسان مثلاً أن يقتل حيواناً فإنه يحسن القتلة سواء كان ذلك من الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها أو أيضاً من الحيوانات التي لم التي سكت الشارع عنها لكنها آذت فكل حيوان مؤذن فإنه يقتل سواء في الحل والحرم فمثلاً لو أراد أن يقتل كلباً آذاه ونحو ذلك فإنه يحسن القتلة ولا يجوز له أن يعذبه في القتل بأن مثلاً يحبسه ويمنعه من الطعام والشراب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فكون الإنسان يأخذ الحيوان من هر أو مثلاً كلب أو نحو ذلك ويحبسه ويحبس عنه الطعام والشراب حتى يموت هذا محرم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإذا أردت أن تقتل حيواناً فاختر أيسر أسباب القتل وأسهل وأسرع أسباب القتل إذا كان القتل مثلاً بسم أسرع أقتله بسم إذا كان القتل برصاص أقتله برصاص وغير ذلك فالمهم أن تختار لهذا الحيوان الذي تريد أن تقتله أن تختار له أيسر طرق القتل وأسرع طرق زهوق النفس قال وإذا ذبحتم فأحسن الذبح إذا أراد أن يذبح شاتاً أو أراد أن يذبح بقرةً أو أراد أن ينحر جزوراً فإنه يحسن الذبح ويحسن النحر وإحسن الذبح والنحر بأن يكون موافقاً للشرع ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته الشفرة هي السكين التي يذبح بها يحدها أن يمرها على الحجر أو الموسى ويمرها على الحجر حتى تكون حادةً ولهذا قال العلماء إنه يكره للإنسان أن يذبح الشات أو البقرة أو البعير يذكيه أن يذبح بآلة كالة أي مثلمة ليست حادة لأن الآلة يستكين إذا كانت إذا لم تكن حادة فإن ذلك يؤذي الحيوان لأنه يبقى زمن حتى تزهق النفس ويخرج دم قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يرح ذبيحته وذلك بأن يضجعها على جنبها الأيسر وأن يذكيها الذكاة الشرعية ومن إحسان الذبح أن لا يذبح البهيمة وأختها تنظر بعض الناس تجد أنه إذا أراد ليذبح حشاتا أو بعيرا يذبح البعير أو يذكي البعير وينحره والآخر ينظر أو الشات تنظر هذا لا يجوز لأن فيه ترويعا للحيوان ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توارى البهائم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وذلك بأن يضجعها على شقها الأيسر وأن يمسك بقوائمها عند الذبح وأما ما يفعله بعض الناس من كونه إذا أراد أن يذبح الشات يبرك عليها بروكا ويبقى باركا هذا خطأ بل إذا ذكيت الشات فدعها تضطرب لأن اضطرابها وحركتها أسرع في زهوق نفسها فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الإحسان وأن الإحسان مشروع في كل شيء أي عند كل شيء سواء عند قتل البهيمة أو عند الذكاة أو غير ذلك ومنها أيضا من فوائد الحديث مشروعية إحسان الذبح ولهذا قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإحسان الذبح كما سبق أن تكون موافقة للشرع والذكاة أيها الإخوة لها شروط من أهم شروطها أولا أهلية المذكي بأن يكون المذكي أهلا للتذكية بأن يكون مسلما أو كتابيا بأن يكون مسلما أو كتابيا فإذا ذك المسلم أو ذك الكتاب اليهودي أو النصراني فإن هذه الذبيحة تحل قال الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وأما ما ذكاه غير الكتاب كالمجوس والوثني فإنه لا يحل إذن الذي تحل ذكاته هو المسلم والكتاب أي اليهودي والنصراني للآية الكريمة ثانيا من شروط صحة الذكات التسمية أن يسمي عند الذكات والتسمية شرط من شروط صحة الذكات قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وقال عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فلابد من التسمية والتسمية شرط لحل الحيوان المذكى فالحيوان إذا لم يسم عليه فإنه لا يحل حتى ولو نسي التسمية لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال عز وجل فأمرا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولأن التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا أي شرط وجودي لا يسقط فمثلا الطهارة في الصلاة لو أن شخصا صلى بغير طهارة ناسيا فهل تصح صلاته الجواب لا تصح لأن الطهارة شرط وجودي لكن لو صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته لأن التخلي عن النجاسة شرط عدمي وليس شرطا وجوديا إذن لا بد من التسمية والتسمية أيها الإخوة التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكة يجب أن تكون على عين الحيوان المذكة وأما التسمية في الصيد فتقع على الآلة إذن التسمية في باب الذكاة تكون على عين الحيوان المذكة فلو أن شخصا مثلا أراد أن يذبح حشاة أراد مثلا أن يذبح أضحيته فقال بسم الله والله أكبر وأراد أن يذبح أضحيته فقال له أبوه كيف تذبح أضحيتك قبلي فقدم أضحيته أبيه ليذبحها يجب أن يعيد التسمية ولا يكتفي بالتسمية الأولى لأن الله عز وجل قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه والتسمية هنا وقعت على الشات الأولى ولم تقع على الشات الثانية إذن التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذكة وأما التسمية في جانب الصيد فتقع على الآلة فلو أن شخصا مثلا معه بندقية ورأى طيرا على شجرة وأراد صيدة وصادف أن الشجرة فهذه فيها عشرة من الطيور فصادها جميعا فتحل مع أنه لم ينوها لماذا نقول لأن التسمية تقع على الآلة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه يعني على السهم وقال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فلو أن شخصا مثلا رأى أرنبا وأراد أن يصيد الأرنب فصادف أن مر غزال يعني قال بسم الله وأراد أن يصيد الأرنب فصادف أن مر غزال فصاد فيحل الغزال مع أنه حينما سمى لم ينوي صيد الغزال وإنما نوى صيد الأرنب إذن القاعدة أيها الأخوة التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى ولذلك لو أنه قال أراد أن يذبح شاة وقال بسم الله ثم أبدل السكين بسكين أخرى لا يزمه أن يعيد التسمية لأنه سمى على الحيوان أما في باب الصيد فلا مثال ذلك إنسان مثلا معه بندقية أراد أن يصيد صيدا فقال بسم الله ثم أبدل البندقية ببندقية أخرى يلزمه أن يعيد التسمية لأن التسمية هنا وقعت على البندقية الأولى ولم تقع على البندقية الثانية أيضا من الآداب الذكاة إنهار الدم أن ينهر الدم وذلك بقطع الحلقوم والمريء والوديجين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل توجيه الذبيحة إلى القبلة هذا من الأمور المسنونة يسن لمن أراد أن يذبح شاتا أو ينحر بعيرا أن يوجهه إلى القبلة ولكن هل هذا التوجيه إلى القبلة عام في كل ذبح أو في كل ذكاة أو أنه خاص بما كان قربة يعني ما يقع قربة لأن الإنسان قد يذبح الشاتا أضحية وهديا وقربة إلى الله ونذرا وقد يذبحها يريد اللحم فظاهر الأحاديث أن توجيه الذبيحة إلى القبلة إنما يسن فيما يقع قربة ولكن ظاهر كلام علماء العموم وأنه يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة مطلقا حتى لو أراد أن يذبح شاتا لأكلها ولحمها أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه جواد كريم وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين